ولكن أيضاً نلوم من تزايد علينا وانتقدنا في مسألة التعليق للإدراف لأننا كنا قاباً ما عملنا لنبسوا لبس تعرضوا التهجوم نعم الهجوم وخيانة وممكن نعطيك تفاصيل لا يقبلوا المنطق لحد الآن لائحة وصلت 80 موقوف وموقوفة من هدوم وخارطين ومناضلين دي الجامعة الوطنية التعليم بمعنى حتى نحن جزء من هذه الإجراءات والمناضلين ديناتها وما تعرضوا لهذه الإجراءات الجزرية هو بالفعل كان واحد تخوين وكذا مسألة ديالة يخص صراحة لطلبة المزاجين والمعطالين فيما يخص حد السن حد السن كان في المادة خاصة بالتوظيف كان يعني شرط حل أن هذا الشاب أو الشابة نقصه يكون عنده 30 سنة هذا الشيء ما بقاش في النظام الأساسي نحن كنا نريده أن تعمم هذا 500 درس وصيد الوزير المكلف بالمالية وافقة يعني تعطى الابتدائي والإعدادية ومن بعد بحضور النقابات الأخرى هذا ما هو تعويض أو ما هو هو تعويض على المهام في السلك ماذا كان يعتارد؟ يعني ما شاهدت من الجنة الحوار لأن ذلك رفاق ديالي وكانت يقفيه ما يمكن شيء يكذبون لنا كانت بأنه بما أن الأفينو التحقت بالحوار وبالتالي هذه النقابة خصنا دائما بينها بأنها لا تحلش المشاكل كتدير غير المشاكل وبالتالي تم الالتفاف على 500 درام ديال الابتدائي والإعدادية وقال لي إلا بغيتي تتقدم أي شيء حاجة سير خلي ذاك شيء الحوار المركزي موت تتبعي موقع اليوم 24 مرحبا بكم في هذا اللقاء مع سعد عبيل أفتاد تعليم تانوي وعضو اللجنة الإدارية الجامعة الوطنية للتعليم توجه الديمقراطي FNO اللي كانت من النقابات الخمس التي وقعت عن اتفاقها مع وزارة التربية الوطنية طبعا هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشات تدعيات الإدراب ومشاكل توقفات وكل ما يتعلق بالوضعية المدرسة العموم يفضل هذه الإدرابات التي طالت كثير من ثلاثة أشهر في سعد أنتم في FNO وقعتوا على الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية ورجعتوا للدراسة والخارطة في التعليم ووقفتوا الإدراب ولكن ما زالت نسيقيات تأخذ الإدراب بشكل مستمر مما يهديد السنة الدراسية كيف تشوفوا مجدوا استمرار هذا الإدراب مع تجاوب الحكومة مع عدد من المطالب؟ شكرا سيبل شكر مجددا شكرا لجريدة اليوم في بانشكات لإتاحة هذه الفرصة كيف نوضحوا مستجدات الساحة التعليمية؟ طبعا نحن كجامعة وطنية للتعليم التوجود الديمقراطي وقعنا من النقابات الخمس اللي وقعت على اتفاق أو محضر 26 دوجنبير 2023 طبعا هذا المحضر اللي شفنا احنا جاء بمجموعة من المكيسبات وخرجنا الإعلام وقلنا بأنها مكيسبات نعم مكيسبات لأنها ليست مكاسب إنما مكيسبات يعني تم حل مجموعة من الملفات الفئوية أو إن صح التعبير تم حل هذه الملفات جزئيا لك شعليش اعتبرناها مكيسبات لأنها ممكن نفتحوا قوصف هذا الشيء ونوضحوا المطالب دي النساء والجال التعليم اللي خرجوا بها النساء والجال التعليم واللي لحد الآن لم تتحقق واضح اعتبرناها مكيسبات وليست مكاسب لكن رغم ذلك شفنا بأن الحوار دائما عفوا الإضراب دائما لم يكن غاية إنما وسيلة من أجل انتزاع المطالب النساء والجال التعليم الحركة النقابية في العالم ولا في المغرب وعلى مرة التاريخ دائما لا تعتبر أن الإضراب أو الاحتجاج هو غاية إنما وسيلة لتحقيق المطال اليوم نحن على يعني أزيد من ثلاثة أشهر أولا شهرين دي الإضرابات رسقينا بأن ما دام الوزارة أول شيء استدعتنا الحوار بعد إقصاء اللي دام 11 شهر وهذا مزيلا نوقف عليها نحن كنا مقصيين من الحوار وش أنتم من نسحبتوا؟ لا ما كنش نسحب للأسف يتم ترويجها تحتم طرف شغلة تعليمي اللي نحن الآن ندافع عليها لم ننسحب ما كناش نحن في جلسة البرلمان أو في جلسة التصويت باش نقولوا نسحبنا كان محضر كان محضر دي 14 ينير كان فيه التوقيع أو عدم التوقيع فقط نحن لم نوقع لأنه اتفاق كان ينص على المبادئ المؤطرة لهذا النظام الأساسي الجديد لهذا النظام الأساسي اللي دلنا ندموش وكان كيباليا عدم التوقيع دينا كان اختيار موفق ومناسب وموصف الشغيل إذا أنتم مدروا في FN قررتوا أن الإضرابات توقف نعم يعني العودة إلى الزمن الدراسي والعودة إلى الأقسام هذا القرار ديكم في FN صحيح لأن أول شيء الوزارة أو الحكومة الحوار ليس مع الوزارة فقط إننا من على الحكومة بمعنى كين حوار كين حوار بالتالي يجب أن نرى المخرجة لهذا الحوار ما الشيء سوف نهضر نزيد نهضر في الزمن المدرسي المتعلم ومعندي إجابة إلى أين هذا الإضراب نعم لماذا تختار القرار؟ شكرا شكرا السؤال المهم أنا كنت عضو في التنسيقية وخلال نضالتي في التنسيقية اكتشفت النقابات وأكتشفت العمل النقابي وأكتشفت الجامعة الوطنية للتعليم واللي حسب رأي الشخصيات لا يجب أن نبيته شيء واحد كانت أقرب النقابات إلينا في هذا الملف المفروض عليهم التعاقب وأكتشفت نقابات دفاعا عليه هذا طبعا هذا قرأي الشخصي لا ألزمه بها أحد وبالتالي خرط في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم بالموازات أنا اشتغلت في التنسيقية وتحملت مسؤولية وطنية عديدة بينها لجنة الحوار حضرت آخر جلسة الحوار اللي كانت بين التنسيقية والوزارة في السنة الماضية كنت عضو الجنة الإعلام كنت عضو الجنة المتابعة وهنا يجب الإشارة للرفاق دينا والرفيقات الذين يحاكمون اليوم للعدد ديالهم 15 فوج الخامس اللي لازلوا يحاكمون هذا ملف أساسي ذلك خرجوا للشارع في إنزال وطني حتجوا بشكل سلمي حضاري وتم يعني المتابعة ديالهم ابتدائياً تم الحكم بشهرين موقفة تنفيذ غارة مالية 500 درهم وتم يعني استئناف الحكم في توهمة كانت تجربة؟ توهمة كانت تجربة توهمة اللي هي كنعرفوها ديال التضييق على العمل النقابي احنا كنشوفوها والعمل النضالي بصفة عامة توهمة يعني كتبالية توهمة اللي هي مفبركة ونحن كنا إلى جانبهم يعني إلى جانب هاد الناس سيد سعد انتو موقف الأفنو ورغم أنكم تخطوا قرار ديال توقيف الإضرابات العودة إلى الأقسام ولكن توقيفات طالت أعضاء من الأفنو كيفاش تعملتوا مع هاد الوطني؟ يعني شحل عدد ديالهم بدا وكيفاش تعملتوا مع هاد الوطني؟ شكرا اغيس محليا راح باقي مجاوبتك شلس سؤالون باختصار راح ترتعلك ولكن باختصار قلت بأنني كنت تحملت مسؤولية وطنيا وتحملت مسؤولية كذلك في النقابة موازنة على ذلك كان مؤتمر آخر تحملت مسؤولية كعضو الإجناء إدارية إذن بقيت كنشتغل في الإطيران معا مادام ما كنشتحالت ديال تعارض أو تنافي في الأنظمة الأساسية لهذا التنسيقية وهذا النقابة لكن تنظيميا بالنسبة للتنسيقية ليس هناك أي مشكلة أن ينتمي عضو من أعضاء التنسيقية لأي نقابة وهذه واضحة لكن كم شيء مضايقات من بعض المجموعة من المناظرين الذين يرون أن أي أستاذ يتواجد في نقابة فهو يعبئ لنقابته أو يريد أن يتمح بهذا هذا شيء ما صحيح وكن كان صحيح كان داروه المناظرين للتنسيقية في هذه الورقة التنظيمية التي تتم العمل للمناظرين داخل هذه الهيئة هذا شيء ما صحيح فقط بما أن أنا تحملت مسؤولية من 2018 من بداية التنسيقية ومنذ تأسيسها بل أكثر من ذلك في المركز الجهوي كنا أنا ذاك فقط في إطار التكوين المستمر نحن لم ندخل وندخلنا للمستمر لندخلنا لتكوين فوج 2017 وال2016 وندخلنا فقط في العطل البينية وفي العطل لنهاية الأسلس الأول يعني تدخلتم مباشرة للتدريس؟ نعم مباشرة للتدريس فوجين معروفين فوج 16 و 17 دخلنا مباشرة لتدريس 18 و 19 وما تبقى من هذا يعني تكوينات لكي تكون فقط في نية الأسبوع نعم استفدوا من سنة تكوينا نحن لم نستفد من تكوينا هذا شيء كان معروف مثل هذا قلت بأن اشتغلت لمدة طاولة في التنسيقية أنا آوان بأنني نخليوا المجال لطاقات جديدة ومناظرين جديدة أنهم يبرزوا ولكن أيضا عندك موقف من استمرار الإضراب نعم نعم أنا أرجع لك السؤال لهذا صحيح اليوم التنسيق الوطني والتنسيقية الموحدة يعلنوا على الإضراب إحنا من اللي وقعنا على اتفاق الـ 26 دجنبير أول شيء كموقف ديال النقبة ديال الجامعة الوطنيين لم نكن معاديين للشغيلة التعليمية في الإضراب دياله قد نعطيهم الاختيار ما قلنا ليوم لا نحن نعلق نخصكم تعليقوا معنا ولكن أيضا نلوم من تزايد علينا وانتقدنا في مسألة التعليق للإضراب لأن احنا كنا قابعة ما عملنا غاديين لبسوا تلوب لبس تعرضوا التهجوم نعم الهجوم وخيانات ممكن نعطيك شيء تفاصيل اللي هي لا يقبلها المنطقة وللأسف صادرة عن اساتي دا والأستاذ نورمال مو يقرر التلاميذ ويقرر الناشئة ومو تطرد يكون عنده واحد الحس نقدي وتحليلي وأبسط الأمور والإضراب مسألة اختيار يعني نعم مسألة اختيار نعم مسألة اختيار ممكن تلزم واحد أنه يتوقف بالقوة صحيح صحيح من خريطين ومن خريطات الدين اللي يمتازمين معنات نظيميا بالبطائق ديالهم في الفروع وفي الهياكل وهذا دوكم اللي يهم منها الأمر بأنهم خصوهم يعني طبعا ينصغوا القرار المجلس الوطني اللي كان اعتبروه أعلى هيئة تقريرية اللي فيه 240 مناضل ومناضلة اللي تم اختيارهم بعناية عداء الليجنة الإدارية عداء الليجنة التنائية الكتاب الإقليميين ومالاء المال هذو المناضلين هذه ديمقراطية ديال الفاعل نعم ما شف ضرورة هل نتكلم معك عن موضوع ديال التوقفات نعم رغم أنكم تم وقفتوا الإضراب نعم ولكن مع ذلك عدد من المناضلين والأعضاء ديالكم الأستداء تم توقف ديرهم نعم فكيفاش تعاملتوا مع هذا الوضع نعم بالنسبة لجامعة الوطنية التعليم عدد الموقوفين في إحصائية ديال الجنة الإدارية لحد الآن اللائحة وصلت ثمانين موقوف وموقوفة من هذو منخارطين ومناضلين ديال الجامعة الوطنية التعليم بمعنى حتحنا جزء من هذه الإجراءات والمناضلين ديالتها وما تعرضوا لهذه الإجراءات الجزرية هذه من بعد موقعته؟ من بعد موقعنا لأن توقيف مجاش هذا وهذا أول ما تفهمتها يفهمه حتى الشغلة التعليمية هو أن الجامعة الوطنية التعليم لا يمكن وهذا ليس ضرب في النقابات الأخرى ولكن لا يمكن مقارنتها بالنقابات الأخرى لمجرد أنها وقعت على محضر ولم توقع على السلم الاجتماعي ولكن لي خصلاً فهموا بأن الجامعة انخرطت هي النقابة الوحيدة التي انخرطت في الإضراب من 5 أكتوبر الآن لم يكن نقاباً خرطت كان بعض البيانات الجهوية وإقليمية ولكن الآن لماذا توقفت؟ توقفت لأنها كانت على حساب الإضرابات التي كانت فابقة ليس شيء من بعد 26 وضحت تبنات على مصار من 5 أكتوبر إلى الآن هذه مسألة الأولة ومسألة أخرى الممكن تكون كإجابة لهذا الشيء هو أن بعض المناضلين في الجامعة هم أعضاء فائلين اختفى التنسيقية واضح؟ وبالتالي يكون المناضل ربما يوقع عليه حراج مع الزمانة في التنسيقية وبالتالي بعد المرس يدير الإضراب رغم أن النقابة دعات التعليق الإضراب يدير الإضراب لأنه فاعل في التنسيقية ما يتعلق بالتوقفات يعني ذكرناها وزير التربية الوطنية البرلمان قال بأن هذه التوقفات تمت لأنها عدد من الأستيدة ناصة العنف والتحرير داخل المؤسسة التعليمية ضد الأستيدة اللي هم بغوا يشتغلهم من أهم أنهم يشتغلهم ما مدى صحة هذا الأمر لا يوجد شيء صحيح فعلا أنا مطلوب شعلك مع هذه المعطيات لأن التحرير وهذا هو بالفعل كي يوحد تخوين وكذا يعني اللي دخلتي تكون تخوين ديالهم نعم نعم للأسف كيتم تخوين هذا ولكن الآن هو بعد أول شيء يضرب في الحركة التعليمية ويضرب في المصداقية لهذه الناس اللي ناضلوا وحتى الناس اللي ناضلوا سنوات هذه لأن الإضراب لا بدأت تشتغل وللأسف كنت اللي مع مرودة الإضراب بدأوا هذا العام وكيتزايد إني أنت شخصيا كنت في التنسيقية وأرجعت في FNE وأرجعت تقري يعني تعرضت إلى إتهامات من هذا النوع لا في المجموعات في التواصل ما زال عندي أصدقاء في التواصل معهم لف الهيكل التنسيقية لف الهيكل التنسيقية الأخرى لف الهيكل الإقليمي للتنسيقية لم أتعرض بالأي شيء اللي كان هو أن التنسيقية لعضاء التنسيقية لا زالون يعبئون الإضراب كما قلت هذا حق لأن التنسيقية محققة أنها الدفع للبرنامج النضالي وكذلك النقابة خلقت لتؤثر الشغلة ولتعبئ الإضراب هذه طبعا إذا اخترت الإضراب اخترت تعليق أنا ذكرها الحوار المستمع والأمور الغادية طيب سيساعد بالنسبة الإضرابات بدأت بسبب الموضوع الأساسي وهو النظام الأساس ومضامين هذا النظام الأساس اليوم تمت اتفاق بين النقابات أنتم مشاركين على نسخة جديدة من النظام الأساسي سلمت النقابات مصودة من هذه النسخة للطلاع عليها محينة نعينا بهم لكن كنت تقول لنا هذا النسخة ما فيها أبرز ما فيها اللي يمكن الرأي العام يعني في الأسرة التعليمية يعرفها ما غاليش نوقف على مجموعة من الأمور اللي هي اعتبرتها أنا شخصيا إيجابية واعتبرها كذلك الرفاق والرافقة ديالي في الجامعة الوطنية للتعليم إيجابية ولكن غالي نعطيك كوحد الخلاصة عامة طبعاً سلمنا كفروع إقليمية وهذه النسخة المحينة وعقدنا جمع عامة مع المناظرين ديالنا والمناظرات ديالنا وبدأينا الملاحظة يعني احتفظ النسخة المحينة سيكون الآن جاري فيها التعديل وهناك بيان أنا شاركت معك قبل قليل في مثل اللقاء كالباح كان هناك بعض تعديلات اليوم كاللقاء يعني هناك حوار هناك حوار مستمر مزيلاً هذه النسخة المحينة فيها مجموعة من الأمور الإيجابية كما المحضر ديال 26 أبريل اللي هي فيها مجموعة من الأمور إيجابية وقلنا لا لم ترقى لما طالب نساء وجدتعليم ولكن فيها أمور إيجابية نعطي مثال مثلاً مسألة ديال هذا يخص صراحة الطلبة المزاجين والمعطالي فيما يخص حد السن حد السن كان في المادة خاصة بالتوضيف كان يعني شرط حل أن هذا الشاب أو الشابة نقصوش يكون عنده 30 سنة هذا شيء ما بقاش في النظام الأساسي طبعاً هذا شيء لا يعني أن الوزارة غادي تنازل ولكن في النظام الأساسي ما بقاش النسخة التي تسلمنا نقاش حول هذه النقطة ما كان في النقاش؟ كان المسؤول المطلب كان هو أن هذه الشابات والشباب اللي هما مغربة اللي شدوا الإجازة بعد 30 عام نحقهم أن هم هذا يولجوا لهذا الوزارة هم حيدوها من النظام الأساسي؟ تحيدات ولكن الرفاق في لجنة الحوار قالوا لي بأنها لم تلتزم زيما يعني ممكن غدا ولا بغدا نشوفوا إعلان المباراة في هذا الشرط في هذا الشرط ولكن اللي مهم عندي أنا كنقابي هو أن أنا غنوقع على نظام الأساسي ما فيش ما فيش هذه لأن غدا ولا بغدا يخرجوا لي المعطالين والشباب بحامل إجازات ويقول لي وقعت على نظام يقصينا وهذه وافقة والوزارة وافقت على هذه النسخة قلت بأنها محدوفة من هذه النسخة الموحية نعم نفدات هذا الشيء ولم نفداته وجدك شيء يبقى مسؤوليتها والصورة ديالها ومصداقية ديالها هذه النقطة اللولة هذه النقطة اللولة نقطة الثانية نقطة الثانية الإطار ديالتاني والتأهلي كنا نفرض علينا التعاقد كنا نمارس في الإعدادي وفي تأهلي ولكن كان لدينا إطار يسمى بالتانوي هذا الشيء ما بقى يعني ولا الإعدادي بحده ولا الثاني بحده وبناء عليه سنستفيد من واحد التعويض الذي كان استثنائي الأساتذة التانوي التأهلي بخمسمائة درام نحن سنستفيد منه أكثر من ذلك في المحضر 26 أبريل سوف يفتح الخاصة الأساتذة التانوي الإعدادي كأولوياء هذه الناس ممكن أن يغطوا الخاصة لكين السنة الماضية والسنين بعد في هذا السلك التانوي التأهلي والأسباقي لهذه الناس والناس له مجدد ممكن يلتحقوا بالإعدادي وبالتالي ممكن إلا التحقوا التأهلي ممكن كذلك حتى يستفيدوا من هذا 500 درام للأسف عمي مات على أساتذة التانوي التأهلي كنا كجامعة ندافع على تعميمها في الأسلاك الثلاثة لكن وقع ما وقع ربما ما عشوش عندك معطيات للأسف بعض النقابات رفضت لأن لأنها كانت نوضح لنا هذه النقطة ماشي مشكلة نوضحها لأن هذا العام كل شيء طبعا اللي عارفين احنا كينا 1500 درام زيادة عامة زيادة عامة وكينا واحد مشغل هيئة تدريس استفدوا منها حتى بعض فئات جامعة وغالي ننشيل واحد فئة مهمة ومهمة المساعدين التقنيين المساعدين الإدارية توم استفدوا كذلك المشتركة الأخرى بما فيهم التقنيين المتصرفون نعم إذن هذه بالإضافة لـ 1500 درام بالفعل سيدي التناوي عندهم 500 درام أخرى نعم 500 درام أخرى نعم يعني شرح لنا شنوقا احنا كنا نريد أن تعمى ماذا 500 درام وصيد الوزير المكلف بالمالية وافقة وافقة وقال ما لديش مشكلة يعني تعطل الابتدائي والإعداد ومن بعد بحضور النقابات الأخرى يعني ما هي تعويد أو ما هو تعويد تعويد على المهام في السلك ماذا كنت أعترض؟ يعني يعني ما شاهدت من الجنة الحوار لأنها كانت رفاق وكانت يقفلهم لا يمكن شيء يكذبوا لنا كانت بأن بما أن الافينو التحقت بالحوار وبالتالي هذه النقابة خلصنا دائما بينها بأنها لا تحل المشاكل كتبير غير المشاكل وبالتالي تم الالتفاف على هذه 500 درام الابتدائي والإعداد وقال لي إذا أريدت تقديم معنا شيء يجب أن تجعل هذا الحوار المركزي حتى الحوار المركزي المركزي لكي لا تحسب على الأفين وهذه المشاهدة يقولون للجنة الحوار الريفاق الذين يقفونهم ويتحملون فيها المسؤولية واضح؟ نقطة أخرى في النظام أساسي الرجل من الإيجابيات من الإيجابيات كذلك المادة كان واحد النقاش على موظفي قطاع لخصنا موظفي وزارة هذه الدارس واضح؟ موظفي الوزارة موظفي وزارة بما فيهم الموظفين الأكاديميات نعم بما فيهم موظفي الأكاديميات وكل أصبح يسمى موظف وزارة موظف عموم لكن نقاش آخر ممكن نفتحه مع اكتدباء إلى اسمح الوقت نعم تم التنصيح حبرا أن الناس موظفين ويتم تسميتهم في المواد هذه المدد واحد بالموظفين لا يبقى المواد البشرية الأجور 1500 قلنا الجميع 500 كانوا يطالبوا أن تكون ميزانية العامة هذه الدولة كل الأجور كتب ميزانية العامة نعم نكمل معك من الموظف العمومي نكمل معك في الملف المفروض عن المتعاقد لأنه كانت جموعة من المكيسبات في المحضر 26 أبريل والذي كان قوله إلا ما تدبرنا المعركة بطريقة الصحيحة وهذه العلاقة تبدو كيف يكون الإضراب ربما لن ننجح لن نشد هذه المكيسبات لأن الوزارة عودت نحن في قطاع التعليم أنها تدير محاضر توقيع عليها ولا تنفيد عليها نرجع للميزانية كانت هذه من النقط الجوهرية نعم كانت الأجور كانت الأجور التي تصرف لنا كانت تدير الميزانية خاصة بتصيير المعدات الآن ستأتي في باب ميزانية نفقات الموظفين بحل الناس مرسمين هذا إشكالتها تحل كان لدينا رقم تسلسولي الآن لدينا رقم تأجير لذلك لا سنهضروا على التعاقد بالشروط الأولى ننتقلنا من التعاقد بالنضالات الشغلة التعليمية والمفروض عليهم التعاقد والجامعة لأنني أفتخر بانتماء إلها وكانت كانت كان عندها دور أساسي في الدفاع لهذا الملف ننتقلنا من التعاقد إلى تجويد أنواع التعاقد أو عفونا إلى تجويد هذا النمط من التعاقد أو ما يستطلق عليه توظيف الجهوي وكي نكونوا واضحين لأن هذه الناس من اللي طرحنا لهم هذا الملف نعطيهم رقم تأجير نسميهم موظفين عموميين نحيد لهم هذا الإشكال المالي نعطيهم الرتاب لهم لأن هذه الناس لا يريدون تأهيل المهني نرى شيء صيغة لكي نرسمهم نعطيهم هذه المستحقات لهم نقشنا معهم حتى سيامير نحن ذا باكنا في الأيركار لذلك سيامير في 2020 وقعدنا واحدة المشكلة لذلك السنوات لا يوجد المشكلة لأنها تتكلم لأنها تتكلم لأنها تتكلم لأنها تتكلم لأنها تتكلم وكل شيء والجميع يكونوا عندهم هذا السنوات الأقدمية في السامير وخالي شيء يقولون أنا كيباني لأنه مهم لأننا مقبلون على خطة جديدة من هذا ولكن عموما كان تفاعل إيجابي وكي تفاعل إيجابي منك تشوف أنا مسؤول لكي يقولك أن هذه الأمور ليس متعلقة بما هو مالي خليني كان عندي تسعود المليار ولكن عندي دابع عشرين مليار زلت حداشر المليار دعوني للسنة الجديدة المالية ممكن نطريق معك شي حاجة أخرى دونك خص الأمور هكا تمشي هكا بمرونة وهذا ما ما عليش أن نحمل إذا عمليا توظيف الجهاوي مع الموظيفة العمومية مبقاش فرق كبير مبقاش مولوج المهنة أو الترقي أو الانتقال أو حتى تغيير الترقي في المصار المهني لا ذاك شي مبقاش وكي لا يبترى الفيديو ما هذا ما بقاش بغي من غير النقطة الأساسية اللي بقات عالقة مسألة ديال المناصب المالية والنس كانوا واضحة الحكومة كانت واضحة فيها قلت لكي نجوج أسباب رئيسية هي اللي ما خلتناش أننا نصدروا مناصب مالية لهذا 140 ألف أستاذ اللي هي الآن تماريس وغيروا اللي ومي وستين وغيروا اللي ومي وستين لماذا لأننا يعني عدنا إقراء نعم مع مؤسسة مالية مانحة دولية وعدنا خيار عودتاني ديال البلاد في علاقة مع هالشي ديال الجهوي الموسعى وعلاقتها كده يعني مع مؤسسة مالية ما خلصش تكتلة لأجور تكون في نيزة ويهن بحد الحجم كبير وهنا غالي نبغي نقتارح أنا زعم يعني إلا كان شي مسؤول غالي تفرج في هذا اللي قاول هذا أريد أن أقتارح على أن هم كيقولوا بأن البنك الدولي يقول لهم أخذكم شتفوتوا عشرين ألف منصب في جميع القطاعات أنا كون أقول لهم يعني نشيوا في الخطوة اللي مشات بها عدة بلدان اللي تهيادر التعاقد والآن أدمجت واحد نسبة مؤينة من هذه الأساتي اللي هم متعاقلين ما ندمجتهم شمية في المية باش ما نزيدوش تاني على المغرب ولكن دمجت واحد نسبة وهي أنا أقتارح زعماء أنه يتم أي دماج يعني إصدار مناصب مالية هذا البنك يطرح عشرين ألف بزاف ما ندمجه عشرين ألف أو لا ندمجه بأفواج وهكذا أنا داك ممكن يعني نحل هذه المشكل جدريا في المستقبل ما يبقى تطرح أنها شيء دائما مناصب المالية وللإشارة ما أراه إيجابيا في الجامعة هو أننا من اللي نوقع على شيء محضر نجي ونقول الحقيقة وهذا ما يفعل بعض القيادات النقابية مثلا في 14 يأتي ويقول لا تم إدماج الأساتي في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ونحن ونحن نقول ونغرغيت ونقول لأنه صحيح واضح وإن السؤال تم نقاب معينة يقول هذا المحضر مثلا 14 يناير الذي كان العملي يقول أنه كان استثنائي وحامل الدرجة الجديدة لجميع الأسلاك ستفعل في 2011 كانت الدرجة الجديدة ولم يأتي ملتزان وضح وحتى التعويضات الملاطق النائية كذلك كانت في محضر سابق لأمانة للشغلة تعليمية اللي كان نقوله والجميل عاوتني أننا ندخلنا للحوار وأننا مبقاش سرية كل شي للإعلام والعموم والشغلة تعليمية نعم في نهاية هذا اللقاء اليوم نحن في شهر يناير والإضرابات تقريبا من ثلاث أشهور أو إزد من ثلاث أشهور تأثير هضر الزمن المدرسي وكان مستقبل للتلاميذ اللي هما تلاميذ أبنائنا وأبناء يعني الأصار اللي سبعين المليون تلاميذ التي قرأوا في التعليم العمومي كان واحد مسؤولية أيضا نقابات وعند هذه المسؤولين بالتنسيقيات أن تكون لدي تجاه المسؤولية من كي يبقى يتقال بأنه نحن كان ندل الإضراب ولكي المسؤولية على الوزر لم يستجبتش لنا الآن كان واحد حوار كان واحد نتائج إيجابية إلى حد ما حسب ما قلتي ولكن يمكننا منيو عليها مستقبالا الآن رجعون ندرسون نقضون الموسم طبعا أنا نفصل لك في الموقف بخصوص هذا وليه موقف ديال الجامعة طبعا غير أسمحتي دي واحد القوس في دقيقة ولا في دقيقتي مجموعة من المغالطات تمرر على الجامعة الوطنية التعليم اليوم ويستغلوها مجموعة من الناس باش أنهم يضلوا ويكذبوا المواقف ديال الجامعة الوطنية التعليم ويستغلوا هاد 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 الفرصة أو هاد هاد القرار ديال تعليق لإضراء تعليق لإضراء والتحق بالأقسام للهجوم عليها مسألة ديال كون أن الكاتب الوطني الجامعة عنده مدرسة خاصة هادك موظف ما عندوش الحق أنه يكون عنده مدرسة خاصة وما عندوش مدرسة خاصة وإلا كانت عندوش مدرسة خاصة رخصو يحاسب واضح هل يروجوه هاد يروجوه بكي يحطون الشخص وهذا وللأسف تلقى واحد انتجار ديال نعم واحد عدد كبير كي يدير بارتاجي بارتاجي وانت كتقرر النهج الاستسقاء وصير أخويل تاز وشوف هاد السيد وش عندو يكون مدرسة معلومة أبسط معلومة ممكن المواطن عادي ممكن يعرفها وممكن مسألة ديال بعض المناظر اللي كانوا داخل جامعة الوطنية التعليم أو لخارج جامعة الوطنية التعليم ما كيعرفوش نقابة كيف تدبر تفرغاتها أول حاجة نحن في الجامعة كنشوف بأن التفرغ النقابي هو حق وليس امتياز من طرف الإدارة لماذا؟ لأن هذه التفرغات قضي بهم المصالح ديالنساء وجهة التعليم عندنا واحد العدد ديال المتفرغين اللي هو 29 جوج ديال التفرغات لمدة ثلاث سنوات مبلوكي أمر يتعلق بالتفرغ ديال كاتب الجهوي جهة بن ملا الخنيفراء وكاتب الجهوي ديال العيون جهة العيون بجدور هدو عدنجوج مناضلين لحدود ساعة مدارعة الأكاديمية ما كيتم الموافقة لماذا؟ لأن طبعا عندنا تصفية حسابات مع هدو المناضلين كذلك عشرات ديال المناضلين اللي الإجراءات ديال نورمال مون في سبتمبر خصوهم يستفدون لأن هدو مقاعد ديالنا حصلنا عليهم حنا في التمتيلية في سبتمبر خصوهم هدو هدو ناس يجيون بتفرق لحد الآن المصطر الإيبريا معطلة لماذا؟ لأن هدو الجامعة الوطنية التالية ما عندناش شي واحد أو شي وحدة واخدت التفرق وما كديرت شي حاجة جميع المتفرغين ديالنا موجودين في المقار المركزي أنكتتعرضوا تهجوم في لا لأن حقيقة بعض النقابات تعطا تفرغ الإنسان أو الإنسان وهي ما عندناش حاجة ومنخبية هذا ما عندناش المناظر ديالنا يحرقوا الصباق ويحلوا المشاكل ديال عباد الله في الموارد البشرية وفي ما عندناش هذا شي يقول لي سترنا الله يفضحوا وهذا شي نقول أنا أقول بأن إلا كان الحوار مستمر أول حاجة نحفظه على الحركة التعليمية كما هو نحفظه على هذه اللحمة بين التنسيقيات وبين جميع إطارة المناظرة سواء كانت في النقابات أو خارج النقابات نحفظ عليها وإذا كان رجوع الأقسام يكون رجوع منطم ويكون معقلان وتصور واضح ما هو التصور هو أن الرجوع الأقسام ما دام الحوار مستمر شريطة أننا ما غاليش نوقع على السلم اجتماعي مع الحكومة لأن بمعنى نهار غنبغي نحتج ما غير منعني التشي واحد ما نكون سنية هذا حاجة أخرى مشروط بماذا مشروط بالاستجابة ديال المطالب ديالنساء والجال تالي مجموعة من الملفات كالتحل يوميا لذلك غنخلي ونرجع نتحل المسجد التدريجية سنساهم في الهجرة الجامعية للقطاع الخاص وهذا يضرب نحن كمنابلين بعدها وكمدافع لمدرسة العمومية واضح لذلك نريد الأقسام والحوار مستمر والذي نريد أن نعطي بتيسا سنعطي مع منهم نضلك يقول لا نريد نريد القاسم حتى نحق كل شي هناك حركة في التاريخ حقا جميع المطالب ودخلات غريب أسمحي أعطل أنا أعرف أن هناك كثير من المواضيع والتفاصيل في هذا الموضوع التالي وتكون لدينا فرصة أخرى لإطارة مواضيع أخرى نازال لدينا النقاش في هذا المجال مفتوح نشكرك سيد سعد عبيل عضو اللجنة الإدارية الوطنية لجامعة وطنية التعليم على هذا الحوار الصريح شكرا حول عدد من القضايا التي تتعلق بالتعليم والإضرابات والمشاكيل ديال هذا القطاع وإن شاء الله إلى فرصة أخرى شكرا إلى هنا ينتهي هذا اللقاء متتبعين في موقع اليوم 24 إلى موعد آخر بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر